من بوابة ترميم الآثار في مدينة حلب دخلت الأمانة السورية للتنمية لصاحبتها أسماء الأسد على الخط لتقدم نفسها كشريك لوزارة ثقافة ومجلس محافظة حلب في ترميم سوق الأحمدية في المدينة الذي دمرته طائرات النظام وهجماته العسكرية تتحدث جهات رسمية لدى النظام عن المشروع وتعد بترميم كل الأجزاء المدمرة من حلب القديمة من خلال خطة شاملة يشترك فيها جميع الأطراف بما فيهم الجاني فالمنطقة المذكورة تعرضت لقصف جوي وبالبراميل المتفجرة من قبل النظام منذ 2012 حتى التهجير الكامل لأحياء المدينة الشرقية صفقات واتفاقيات علنية على أطلال المدينة المدمرة هذا ما تقوم به الأمانة العامة السورية للتنمية برعاية أسماء الأسد وبالتعاون مع جهات حكومية تابعة للنظام بهدف ترميم سوق الأحمدية أحد الأسواق القديمة في مدينة حلب عمليات الترميم ستجري بالتعاون مع وزارة الثقافة ومديرية المتاحف ومجلس مدينة حلب ومؤسسة الآغخان وبإشراف من محافظة حلب وستشمل البنى التحتية للموقع فضلا عن شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات وبالتعاون مع مالكي المحال فضلا عن قيامها بتقديم قروض لأصحابها تمكنهم من إعادة ترميمها وفق ما ذكرته الأمانة والجهات المتعاونة معها بهدف الترويج لفكرة تعافي المدينة واستعادة دورها الاقتصادي والثقافي هذا ظاهر الأمر أما باطنه فهناك تحذيرات كبيرة أطلقها خبراء آثار في وقت سابق حذروا فيها من قيام النظام بالسعي إلى تمص معالم مدينة حلب الأسرية والتي تعود للحقبة الأموية من قبل إيران وميليشياتها دعاء إعادة ترميمها هو الذي لم يوفر وسيلة في السابق لقصفها وتمص جل معالمها ليعود ويقوم بترميمها تحت الرعاية الثقافية للأمانة السورية للتنمية انتقادات عديدة وجهها خبراء في الآثار طالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والتي حصرت تعاملها فيما يخص الآثار السورية مع النظام فقط والذي يبرم الاتفاقيات على هواه لإعادة ترميم الأسواق والأماكن فضلا عن عدم تجاوب المنظمة مع المشروعات والدراسات المتكاملة التي قدمتها المعارضة في وقت سابق لحماية الآثار والأسواق القديمة في مدينة حلبة وسواها حول هذا الموضوع ينضم إلينا عمر لبنية الصحفي المختص في الآثار من باريس مساء الخير مرحبا بك مساء نوريا عمر قرأت الخبر كيف تعلق عليه أعود إلى مقال في عام 2005 نشره الصحفي وعد مهنة وقال فيه يجب إغلاق المديرية العامة للآثار والمتاحة في الشمع الأحمر وأن الآن أضيف وأقول يجب إغلاق المديرية العامة للآثار في الشمع الأحمر وأغلاق منظمة اليونسكو معها في الشمع الأحمر لأن الآن منظمة اليونسكو تتعامل مع الأمانة السورية للتنمية التي تديرها أسماء الأسد التي عليه مدرجة على القوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية وكذلك نجد أن مؤسسة الأغخان تتواطى وتقوم بتوقيع هذا الاتفاق بحلب مع كل من مدير عام الآثار نظير عوض صاحب السوابق والمدان تفتيشين والذي باع محطة الحجاز وباع دمشق القديمة وباع سابقا وباع خلال الأشهر الماضية قصر الدروبي وبالتشارك مع وزيرة الثقافة لوبانا مشوح والتي هي مدرجة أيضا على قائمة العقوبات الأوروبية والعقوبات الأمريكية هذه مخالفة الآن ترتكبها كل من منظمة اليونسكو ومؤسسة الأغخان ويجب أن تساءل مؤسسة الأغخان عن هذا الاتفاق الموقع مع أشخاص موضوعين على العقوبات عمر يبدو أن هذه منهجية وما أحد يقدر اليوم يوقف بوجه كل من هذه المؤسسات التي أتيت على ذكرها لكن دعنا نعرف اليوم ما دور الأمانة السورية لتنمية في هذه العملية ذكر البند العديد من التدخلات سواء من مؤسسة الأغخان من أيضا الأمانة السورية للتنمية والإدارة العامة لمديرية الآثار والمتاحف دعنا نعرف اليوم دور كل منها في هذا القرار الأخير وعمليات الترميم الجديدة بالنسبة للأمانة السورية للتنمية هي بدأت تضع يدها على الآثار السورية منذ العام 2000 عبر مجموعة من الأتباع والأذناب داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف وكانوا يستولوا على الأماكن والأبنية القديمة وأيضا كانت تتشارك معهم مؤسسة الأغخان في دمشق القديمة وكانت المديرية والقصر الجمهوري يقدم الأبنية القديمة في دمشق وحلب لمؤسسة الأغخان والآن يحدث هذا التعاون ويحدث هذا التعويم للنظام عبر مؤسسة الأغخان وعبر تنازل المديرية العامة للآثار عن دورها ويكون الآن الترويج الدولي لأسماء الأسد ولجوقة الفاسدين داخل المديرية العامة للآثار عبر مؤسسة الأغخان وبهذا يتم السيطرة على الأبنية القديمة وشاهدنا سابقا خلال مؤتمر الشرقة كيف أن مأمون عبد الكريم الذي ساهم بسجن الصحفيين في سوريا عندما كانت وزيرته لوبانا مشوح وكانوا يتشاركوا في كتابة التقارير بحق الصحفيين أنهم يشكلون خلايا داخل المديرية العامة للآثار الآن كان يقف ويقول يجب رفع العقوبات ويجب الاستمرار في أعمال الترميم وكان يشيد على دور الأمانة السورية للتنمية للأسف هناك تواطئ من قبل منظمة اليونسكو هناك تواطئ من قبل منظمة مؤسسة الأغخان هناك صامر دولي والآن الدول الأوروبية هي معنية بهذا الموضوع إن كان الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كافة الدول التي وضعت عقوبات على النظام السوري يجب أن تتخذ إجراء رادع بحق مؤسسها الأغخان كونها الآن تعمل لتعويم هذه الجوة الفاسدة لكن عمر الأغخان كمؤسسة دولية ولها سمعتها وكذلك اليونسكو ألا يمكن نظر لمشروع من هذا النوع على أنه من ناحية المهنية والتقنية البحثة بمعنى الترميم سوق تاريخي وليس دعم عسكري أو سياسي مثلا للنظام إذا كان الآن بهذا الوقت أن يتم ترميم بهذا الشكل هو مخالف لكل المقاييس يجب الآن أن يكون هناك لجان دولية تحصل أضرار وتحدد من هم الجنات ولا تذهب هذه الأموال للأمانة السورية للتنمية الآن مجرد توقيع اتفاق مع الأمانة السورية للتنمية هذا يعني أن هناك مخالفة للقوانين الدولية هذا يعني مخالفة لقانون العقوبات هذا يعني تعويم لأسماء الأسد ولعصابة أسماء الأسد وباقي الجوقة داخل ميليشيا الآثار في سوريا لا يمكن الآن بدء في الترميم ولا يمكن الآن القيام بأي عمل أثري داخل سوريا إلا بعد سقوط هذا النظام ورحيل هذا النظام ووجود لجان تحقيق دولية تحدد المسؤوليات ومن قاعدة تصف أدوات الأدوية ومن ثم يصار إلى التنمية هذا الشرط ربما إعادة أعمار كاملة وشرط لحياة كاملة جديدة في سوريا ولكن للأسف الواقع على الأرض ليس كذلك ذكر الكثير من الصفحات المتعلقة بالتراث والآثار المعنية به بسوريا أن الأمانة سوف تتدخل بمنح قروض متناهية الصغر وربطها بربما فرص لأسواق جديدة ووجهة نظر الاقتصادية تقول إضافة لما قاله زميلي عن التراث والتاريخ في تلك المنطقة أيضا إعادة إحياء الأسواق التي تشكل عصب حياة وشرين حياة بالنسبة للحلبيين ألا نستطيع أن نتكلم اليوم عن الجانب الإيجابي الذي سيعود للمدنيين للناس الموجودة في الداخل نحن بدأنا في الحديث عن المديرية العامة للآثار وقانون الآثار السورية وقلنا أن المديرية العامة للآثار تنازلت عن دورها بحماية الآثار ولو عدنا إلى قانون الآثار السورية قانون الآثار السورية يمنح السلطة الوحيدة ببدارة المواقع الآثارية للمديرية العامة للآثار والمتاعف والتي أسسها الأمير جعفر الحسيني في سوريا هي فقطة المعنية بالدفاع عن الآثار وإدارة المواقع الآثارية أما الأمانة السورية لتنمية حتى ضمن القانون الحالي القائم في سوريا القانون يمنع أن تدير المواقع الآثارية وأن تضع يدها على المواقع الآثارية لكن هناك أعود وأكرر تنازل المديرية أغلقت أبوابها اليوم أصبح هناك فرع لتنظيم داعش في سوريا ومقره في المديرية العامة للآثار والمتاعف لأن هذه المديرية جلست مع التنظيم في تدمر وقصفت المواقع الآثارية وارتكبت أفعال شنيعة من قصف وتدمير بحق المواقع الآثارية وصمتت على قصف المواقع الآثارية بالطيران الحربي ودكت المواقع الآثارية بالمدفعية وقصفت كنيسة أمون زينوروك وجميع المواقع كانت تقصف وتدك بالمدفعية والصواريخ وكان نظير عوض الذي وقع هذا الاتفاق بإسم مدير عام كان يصمت على كل هذه الأعمال هو وزيرة الثقافة لبالا مشروعه وكان جل اهتمامهم هو التهجم وتجديد الإسلام في الخالج لمهاجمة الصحفيين قد يسأل أحد المتابعين الآن لماذا هذا السوق بالتحديد سوق الأحمدية الذي هو أحد أهم الأسواق التسعة لشارع المستقيم في حلب واللي طوله تقريبا 40 متر فقط للتنويه وهو امتداد لسوق السقطية وهو مشهور بتجارة الألبساء القطنية لماذا هذا السوق بالتحديد قرروا البدء به هناك الكثير من الأسواق التي دمرت في حلب وغيرها لأن أسماء الأسد الآن تريد أن تنهب حلب القديمة أسماء الأسد الآن تريد أن تسرق ذاكرة الحلبيين كما قامت خلال الأشهر الماضية بسرقة ذاكرة أبناء دمشق من التكية الإسليمانية إلى محطة الحجاز إلى سوق البزورية اليوم أسماء الأسد تضع يدها على حلب القديمة وتسرق الأبناء القديمة في حلب عبر هذه الجوقة والعصابة الموجودة في وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار وبتواطئ من مؤسسة الأراغخان ومنظمة اليونسكو التي قامت بتسمية الأمانة السورية للتنمية بصفة محكم بما يخص شؤون الآثار طيب عمر في ظل يعني هذا الفساد والتهديد المستمر للآثار القصف والتدمير وأيضا سرقة الآثار وتهريبة ما الذي يمكن القيام به للحفاظ على هذا الإرث الإنساني؟ يجب أن يكون هناك تضافر من كافة السوريين الإعلاميين الآثاريين الموجودين في الخارج الجميع لفضح هذه الأعمال التي تقوم فيها المديرية العامة للآثار وتقوم بها وزيرة الثقافة في سوريا وتقوم فيها أسماء الأسد يجب الضغط على الدول يجب الضغط على منظمة اليونسكو يجب الضغط عبر الإعلام الدولي وأيضا يجب الضغط عبر الإعلام المحلي ودائما نحن نشاهد أننا دائما نتكلم في تلفزيون سوريا عن ما يحدث للآثار السورية وأيضا وردنا سابقا أن الوزيرة تتابع هذا الموضوع وتعطي تعليمات لبعض أتباعها بأوروبا أنها تتابع ما يحدث وتبدي امتغاضها وتقوم بالتحريض على الصحفيين عبر أتباعه الموجودين في أوروبا للأسف هذا ما يحدث الآن للآثار السورية يجب أن نستمر بالضغط يجب أن نضغط إعلاميا يجب أن نضغط بكافة الجهات لأجل الآثار السورية كم تتوقع ستحتاج مدة الترميم في حال فعلا بدأت هذه الخطة على الأغلب أتوقع أنه سوف تطول المدة وسوف تستغل الأمانة السورية للتنمية هذه الفرضة الموجودة حاليا وتستغل أيضا غياب بعض المالكين الموجودين في حلب القديم لأن الكثير من الناس قد هجروا بيوتهم وتهجروا محالهم التجارية وسوف تقوم بوضع يدها على هذه الأبنية بحجة مرة بحجة أنهم غائبين ومرة بحجة أنهم غائبين ومرة أخرى بحجة بالإغراء والشراء وقوة التنفذ داخل الحلب القديمة شكرا جزيلا لك عمر لبنية صحفي مختص بالآثار كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لكم